أعاد رئيس حكومة الكيان الصهيوني بن يمين نتنياهو طرح فكرة قديمة وهي فرض سيادة الكيان الصهيوني على الجزء الغربي من غور الأردن التابع للضفة الغربية المحتلة إضافة إلى منطقة شمال البحر الميت فقد تعهد نتنياهو مؤخرا بضم المنطقتين للكيان الصهيوني في حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل تعهد نتنياهو أثار ردود أفعال دولية رافضة له فقد أعلنت خمس دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا رفضها ما جاء به رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو ووصفته بالخرق الخطير للقانون الدولي الدول الخمس قالت في بيان مشترك لها إنما تعهد به نتنياهو مقلق للغاية محذرة من إجراءات يمكن أن تعرض السلام في المنطقة للخطر مراقبون رأوا أن نتنياهو أثار الأمر في الوقت هذا لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم ومن جهة أخرى يعتبر الكيان الصهيوني السيطرة على غور الأردن أمرا ضروريا لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل كما توصف منطقة الغوري التي تعادل مساحتها 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتمتد من بيسان حتى صفد في الشمال ومن عين جدي حتى النقب جنوبا ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا بسلة غداء فلسطين ما يمنحها أهمية استراتيجية بالنسبة لتل أبيب بحسب المراقبين